السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبات وطالبات الصف الاول السانوي ان شاء الله نبدأ معاكم نعرض حل تدريبات كتاب المدرسة صفحة 74 كتاب التدريبات في اسئلة متنوعة نبدأ باي سؤال من الاسئلة لو بدأنا بسؤال فصائل الدم اللي هو السؤال التاني الجدوى المقابل يوضح فصائل الدم الاربعة مطلوب مني القاتي اكتب التركيب الجيني لفصائل الدم التركيب الجيني لفصائل الدم A و B احنا عارفين الحلقة اللي احنا شرحنا فيها فصائل الدم عارفين فصيل الدم A لها اتنين طرز جيني A A و A O يبقى دي بالنسبة لفصيلة الدم A حرف A كابتل فصيلة الدم فصيلة الدم B لانه اطلب مني A و B ال B لها طرزان جينيان B كابتل و B كابتل و B كابتل و O كابتل يبقى فيه طرزان جينيان ل A و طرزان جينيان ل A ل B يبقى ده اول حاجة في السؤال نمشي بالترتيب كده رقم اتنين اكتب نوع الماء نوع الاجسام المضادة في مكانها المناسب بالجدوة طبعا دي فصيلة دم O دي فصيلة دم A B اكتبها فوقها هايت لان تصوير كتاب المدرسة مش واضح O A B هعندي فصيلة دم B وهنا A ايه المطلوب من ايه طبعا هو اعطيني مثال ان فصيلة الدم ايه فيها مولد للتصاق ايه زي ما احنا عارفين طيب نتوقع مولد للتصاق لانه وقال لي اكتب نوع الاجسام المضادة في مكانها الاجسام المضادة في مكانها احنا عايزين نكتب الاجسام المضادة انا عندي هنا هوت دي ايه يبقى معرفني ان فصيلة دم ايه وزي ما هو معمول في الدائر مولد للتصاق ايه يبقى الان تي هيبقى ان تي بي هنعارفين ان لو ان تي ايه يحصل تلزن او تخسر او يحدث ايه نقاط كده بتظهر في الدم يعني الفصيلة مش متجنسة مع بعضها يعني ما ينفعش ايه الدم يبقى موجود بصورة صحيح طيب الاجسام المضادة انا عندي ان تي ايه انا اتوقع هنا يبقى فصيلة بي زي ما هي موجودة فوق يبقى المولد للتصاق ايه بي بس هو طالب مني اكتب نوع في رقم اتنين عشان نمشي بالترتيب خلاص اكتب نوع الاجسام المضادة يبقى البي فيها ان تي ايه طيب الاي بي ما فيهاش اجسام مضادة ولكن فيها مؤلدات الاتصاق ما ننساش دي ايه و بي معنى ولذلك ده بنسميه مستقبل عام يعني ما بديش ما بديش لاي فصيلة لنفسه يعني فصيلة دم ايه بي ما يقدرش يدي ايه لنفسه خلاص لنفسه فقط لكن لان فيه مؤلدات الاتصاق ايه و بي وما فيهاش اجسام مضاد نيجي فصيلة دم او ما فيهاش مؤلدات ولذلك بنسميه معطي عام نركز قوي في الحلقة بتاع فصيلة دم مشروحة بالتفصيل الاجسام المضادة هنا فيها ان تي ايه وان تي بي ولذلك الشخص اللي هو فصيلة او بنسميه معطي عام بدي لنفسه بدي للفصائل التانية كلها لسه نقص لنا مؤلد الالتصاق بتاع بي طبعا هيبقى ايه بي يبقى احنا هنا جاوبنا رقم اتنين ورقم تلاتة ايه مع بعض طبعا هنا الايه قلنا عندي التركيب الجيني للايه ايه كابتل ايه كابتل و ايه كابتل او كابتل فصيلة الدم بي بي كابتل بي كابتل و بي كابتل او كابتل يبقى ده السؤال رقم اتنين كاملا نيجي للسؤال التالت افحص الجدول اعطيني جدول فيه فصائل الدم خلاص وديت بتيجي بصورة تانية غير الرسمة ديت وضح بالشرح كيفية تحديد فصيلة الدم يعني انا اروح مستشفى اروح عند دكتور بتاع تحليل واقول له انا احاوز اشوف فصيلة الدم بتاعتي فبيبدأ بعمل نفس الطريقة اللي مرسومة عندنا اولا بيقول لي افحص الجدول المقابل الذي يوضح الكشف عنه فصائل الدم ثم اجب عن الاسئلة الاتية حدد نوع فصيلة الدم المتوقعة في كل حالة من الحالات المشار اليها في الجدول عايزين نشوف فصيلة الدم هنا هتبقى ايه ولا بيه شيء طبيعي اللي حصل تخصر واضح جدا نقطة الهيات تخصر ده الدم الطبيعي يبقى انا حطيت هنا anti a وanti b اللي حصل تخصر يبقى فصيلة الدم ايه ايش معنى لان فصيلة الدم ايه فيها مولد التصاق ايه مولد التصاق ايه ما ينفعش مع anti a طيب نيجي لفصيلة الدم بي فصيلة الدم بي ما ينفعش اللي يبقى فيها anti b ولذلك بيحصل ايه تخصر في anti b نيجي هنا عندي ال a b ايه اللي بحصل يبقى عندنا a b a b مع بعض خلاص هنا مفيش تخصر هنا ومفيش تخصر هنا يبقى فصيلة دم ايه او خلاص يبقى الوقت هنا الفصائل مع بعضها بتتعرف بالطريقة دي يبقى الوقت هنا حددنا نوع فصيلة الدم يبقى نوع فصيلة الدم المتوقع في كل حالة عرفنا ان دي ايه منين اولا التخصر او النقط التقيلة ديت خلاص حصلت فين بالزبط عند anti a يبقى مولد للاتصاق ايه يبقى ديه فصيلة دم ايه طيب التخصر او التلزن او اللي بيحصل فيه حبوب صغيرة كده او الدم حبيبات بتاعته بتترصب في ترصب كده مع ال b مع ال anti b يبقى عرف ان ديه فصيلة b ليه لان فيه مولد التصاق ايه بي هنا فيه تخصر في الاتنين يعني ده فصيلة دم ايه بي لان احنا لسه ايلين فوق في السؤال اللي قابله ان ال a b فيها مولدات التصاق ايه و b فطبعا بتعمل ايه اه تلزن او تخصر مع ال anti a وال anti b نيجي فصيلة دم او عندنا مفاهاش اساسا مولدات التصاق اذا في الحالة هيت بنقول ايه دي فصيلة دم او ولذلك معطي ايه عام يبقى حدد نوع فصيلة الدم المتوقعة في الجدول خلاص ما الفصيلة التي تحتوي على كل على كلا نوعي مولدات الالتصاق هي فصيلة ايه a b فصيلة a b فيها النوعين بتوع مولدات الالتصاق ما الفصيلة التي تعطي الدم الى جميع الفصائل طبعا ده هيت بنقول اللي هو ايه الفصيلة دم او اذا كانت فصيلة دمك ايه اذا كانت فصيلة الدم ايه وفي احتياج الى نقل دم فما هي فصائل الدم المناسبة لفصيلتك ايه هي المناسبة انا عندي ممكن ااخد من شخص يحمل نفس الفصيلة يعني ايه وممكن من ال o لان ال o معطي عام ال o معطي عام طيب اخر السؤال بقى في الصفحة دي السؤال الرقم واحد اللي احنا بنقول عليه اللي هي النشاط اللي عندنا التقويمي او السؤال الاولاني اللي هي الجينات المتكملة ايه هي الجينات المتكملة خدنا حالة نبات بسلة الظهور نبات بسلة الظهور نيجي للسؤال الاولاني السؤال الاولاني الجدوى المقابل يبين الجين الناتج او جيل الناتج من تهجين سلالتين من نبات بسلة الظهور اجي بالاسئلة الاتية طبعا ما نشوف هذا الشكل ويقول لنبات بسلة الظهور اعرف ان دي حالة ايه الجينات المتكملة الجينات المتكملة كان لها ازهار الصفات انها جينات تتكامل زي ما شرحناها لازهار الصفة ايه الوراسي. نجي نبص على الجدول كده. الجدول زي ده نكمله ازاي? يعني ايه نكمله ازاي? يعني مسلا هنا عاطيني مثال بسيط خالصة. عشان نبدأ الكلام الصح. ده هنا خانة مليانة. يعني ايه خانة موجودة مكتوبة. وجزء منها نصها موجود. يعني ايه نصها موجود? يعني الايه سمول وبي سمول موجودين. يبقى اللي نقصني هنا ايه? ايه بي? نركز او كده في السؤال والاجابة. ركزوا كده معي. عشان الارقام اللي نقصها هجيبها بالطريقة دي بقى. يعني من هنا لما اضرب اي بي اي كابتل بي كابتل مع اي كابتل بي كابتل يطلع لي رقم اتنين. يبقى انا عرفت الرقم اتنين اجيبه ازاي? اجيبه عن طريق الخانة للنحية دي. يعني هو مسهل لي الامر في هذا الجزء. طب ما تيجي هنا برضو نشوف هنا. ايه كابتل اسمول بي سمول. وعطيني ايه سمول بي سمول. يبقى بقى اللي هنا ايه? ايه كابتل بي سمول. طبعا انا عرفت منين? نضرب الايه كابتل بي سمول مع اي سمول بي سمول. هيطلع لي التركيبة اللي عندي ايه كابتل اسمول بي سمول. طيب نبدأ نشوف طلباته بقى. انا احنا كنا بنعمل الوقت ايه? طيب معلش بقى كده اللي فيها نقضيه. نجيبها ازاي? معلش. الايه بي كابتل? الايه كابتل بي كابتل? انا عندي ايه كابتل بي كابتل. يبقى اللي نقصني ايه هنا? ايه كابتل بي سمول. ايه كابتل بي سمول. نركز او في الجدول. يبقى كده يسهل ان انا اجيب واحد واتنين وتلاتة واربعة. طب نكتب مع بعض كده. بيقول لما اترزي الجينية لنباتات رقم واحد. يبقى رقم واحد نكتبها كده من الجدول. بعيدة عن الجدول كده لان الحتة هنا طبعا ايه? مش هتسمح للكتابة. انا عاوز اجيبه رقم واحد الاو. شوف القلم انحطه فين? اهه? عنده واحد او. يبقى هضرب ايه كابتل ايه كابتل ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل. رقم اتنين. هو عاوز لاربعة واربعة. رقم اتنين. ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي كابتل. ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل. عايز رقم تلات. ها? ايه كابتل اسمول بي كابتل بي سمول. ايه كابتل? اسمول بي كابتل بي سمول. رقم اربعة. نركز اوه احنا بنشتغل. ها? ايه كابتل اي كابتل بي كابتل بي سمال اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي سمال يبقى ده السؤال رقم واحد شوف السؤال رقم واحد عشان نجيبه جهزنا الحاجات اللي نقصة اللي كان عملها البشرط وعرفنا جهزناها ازاي استنتج الطرز استنتج الطرز المظهرية للآباء استنتج الطرز المظهرية للآباء. طبعا دي كلها ازهار كرموزية. عرفت منين? ان الجينين فيهم على الاقل حرف كابتل. نركز كده. يعني صفة سائدة على الاقل في احد الجينين. خلاص? لازم. في احد الجينين. هنا. الجين هنا لازم يكون فيه حرف كابتل وهنا لازم يكون حرف كابتل. يبقى الاجابة رقم اتنين. الطرز بنقول ازهار ايه? كرموزية. ازهار كرموزية. تب نركز بقى في السؤال اللي بعديه. ما النسبة المقوية للنباتات بيضاء الازهار الناتجة من هذا التهجين? الناتج من التهجين. النسبة ايه? المقوية. طبعا عندنا خمسة وعشرين في المية. من اين? نعد كده? لو بصنا الاربعة دول كرموزي. خلاص? والاتنين دول كرموزي يبقى ستة. خلاص? ودي السؤال اللي بعديه. النسبة الكرموزي الايه? للابيض قد ايه? ولزلك هنا الابيض? عندنا الاتنين دول. يبقى نسبة النباتات الزهراء البيضاء من الازهار خمسة وعشرين في المية. خمسة وعشرين ايه في المية. طيب نجي نشوف بيقول لي السؤال اللي بعد كده. ما لون ازهار? ما لون? ازهار. بسلة الظهور الناتجة عند تهجين. خلاص? مع اربعة. تلاتة مع اربعة. هي فين تلاتة وهي فين اربعة. تلاتة عندي الناتج قدامي اوه. ايه كابتل ايه ايه سمول بي كابتل بسمو. مع اربعة اللي هي ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بسمو. لو احنا بصنا هنا هنلاقي نبص كده هيبقى ايه كابتل بي كابتل ايه كابتل بي هنا في اربعة طرز مظهري يعني لو بصينا العدد الناتج اللي هيطلع هيطلع لستة كرموزي لان لسه قلنا الوقت اهو ان الناتج فيه عندي ايه 25% يعني عددهم اتنين خلاص من الايه التمانية لان معروف 25% من وسط الاربعة يبقى ايه واحد طب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية طب التمانية ربع التمانية كام اتنين خلاص يبقى ربع التمانية اتنين يبقى 25% اه يبقى مالون ازهار بسلة الظهور الناتجة عند تهجين النبات تلاتة من اربعة مع اربعة النسبة او الازهار اللي طلعا لي رقم اربعة بنقول ستة كرموزي الى اتنين ايه ابيض ستة كرموزي مع اتنين ايه ابيض يبقى نركز او كده في السؤال ده يعني في بعض التكات صغيرة بس حاجات ايه سهلة ونبقى نعمل حلقة مراجعة على نبات بسلة الظهور تاني ان شاء الله يبقى نرجع تاني بسرعة كده الاسئلة مطرز الجينية النباتات واحد واثنين وتلاتة واربعة طلعناها قدامنا هوت وعرفنا نطلعها ازاي طبعا رقم واحدة هي ايه كابتل اسمول بي كابتل بي كابتل طب رقم اتنين ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل خلاص رقم تلاتة ايه كابتل اسمول بي كابتل بي كابتل ملاحظين الاربعة دول ايه كرموزي كرموزي طي ما فيه اتنين كرموزي كمان اتنين كرموزي خلاص يبقى دول الستة اللي هي النسبة اللي قال لي عليها اهي ستة هم خلاص اتنين ابيض اه ولزلك اللي هو النسبة اللي هو قال لي عليها اللي هي البيضاء البيضاء كام نسبتهم اتنين يبقى النسبة عندي هنا ايه خمسة وعشرين في المية لان هم اتنين من ايه من تمانية ربع النسل يبقى ربع النسل طلع عندي ايه يبقى دي حاجات تكات بسيطة كده نركز فيها ان شاء الله ونبقى نعمل حلقة مسائل شاملة ان شاء الله للجينات المتكملة والجينات المميتة وانا ادام السيادة لان في مسائل كتير طبعا وفي افكار جديدة بازن الله حاولوا تابعونا كده ان شاء الله وعرفوا زمائلكم عشان يوصل لكم كل جديد والى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته